مجلس النواب بحق الرئيس السوداني عمر البشير وذلك بناء على مقترح للنائب وفاء بني مصطفى قانون أكثر سيدي أن نحول لزلم السملاء في الإثناء القانونية الأمر لإعداد مذكرة قانونية حول موضوع مطالبة الأردن بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وشكرا ويأتي مشروع المعدل للعقوبات التزاما باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية لعام 1984 التي صادقة عليها الأردن ونشرت في الجريدة الرسمية عام 2006 كما يشدد القانون العقوبات على الجرائم الواقعة على السلطة العامة ويعاقب المشروع كل من يمارس أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح عقب بالأشغال المؤقتة وأقر مجلس النواب قانون الطيران المدني لسنة 2015 كما عد له مجلس الأعيان مخالفا توصية لجنة الخدمات العامة والنقل بشط بفقرات تتضمن عقوبات بحق المخالفين لمقيس سلامة المطارات وحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك وترخيص الشركات ومتابعاتها وأحال النواب مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2017 إلى لجنة مشتركة القانونية والتربية والتعليم ووفق المجلس على القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2003 المعدل لقانون الشركات الذي جاء لتسهيل تسوية حقوق الخزينة للدولة تجاه بعض الشركات التي تتمتع بحق امتياز من خلال جواز استعمال رصيد الاحتياطي الإجباري المتكون لدى الشركة لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الأرباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة على نسبة الربح المحدد بمجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها على أن يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقا لأحكام القانون ووافق النواب مشروع قانون تصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية لسنة 2017 الهادف وفق أسبابه الموجبة إلى تطوير التعاون بين البلدين في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجزائية من أجل منع الجريمة ومكافختها بطريقة تحمي حقوق المواطنين ومصالحهم في كل البلدين كما أقر مشروع قانون تصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أستراليا لسنة 2017 تعزيزا للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة وكذلك مشروع قانون تصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أستراليا لسنة 2017 التي تأتي في إطار تمتين روابط الصداقة وتعميق العلاقات في ميدان التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الجريمة